موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بالمتابعين وياكم ماجلان البلدان يوسف جلال موسيقى بلد النشامة بلد مثير جدا للاهتمام لان طريقته تختلف عن بقية دول الشرق الاوسط المملكة الاردنية الهاشمية خلونا اليوم ويا ماجلان البلدان نشوف ويش فيها وما فيها الاردن صراحة قبل اعداد هالي الحلقة كنت اعترف البتراء فقط من الامور الجذابة في الاردن لكن بعد كتابة الاعداد انا جدا متحمس لعمل هالحلقة تمام؟ خلونا نشوف وان تصير الاردن طبعا موجودة في الشرق الاوسط محاطة باربع دول السعودية والعراق سوريا وفلسطين الاردن مقسمة الى 12 محافظة موزعة على الشمال والوسط والجنوب اكبر مدينة في الاردن هي مدينة عمان وهي العاصمة كذلك وتقع في الوسط وبالمناسبة كانت هي نفسها مدينة فلاديلفيا القديمة لما كانوا الاغريق يحكمون واللي يجعلها من اقدم المدن المأهولة بالسكان اكبر المدن بعد عمان العاصمة الزرقة واربط اكثر المطارات ازدحام هي المطارين الدوليين مطار الملكة علياء الدولي في عمان ومطار الملكة حسين الدولي في العقبة معظم حدود الاردن الحالية هي نتيجة الاستعمار الاوروبي لما كانت تحت الانتداب البريطاني الفرق الوحيد حاليا هو ان الحدود تمتد على طول هضبة الجولان المحتد ونهر اليارموك مع سوريا الشي الحلو ان الاردن في هالكثير من التاريخ فيها مناطق تم الحفاظ عليها ومن اهمها قلعة عجلون قلعة جرش قلعة الشوبك قلعة الكرك المدرج الروماني في عمان حمامات معين كنيسة مادبة معبد هرق جبل نيبو البتراء وهي واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم الحديث يعني كل هذه القائمة واكثر ايضا تتأكد من التاريخ العريق والمميز للاردن جغرافيتها الطبيعية يا ماجلان البلدان بالرغم من كثرة المناظر الطبيعية فيها لكن من حيث الموارد الطبيعية الاردن ما عدهم الشي الكافي لتغطية احتياجاتهم الاردن يقع على تقاطع بين ثلاث قارات في اقصى الشرق في منطقة بلاد الشام مثل ما هو معروف الدولة مثل ما قلنا مقسمة الى ثلاث مناطق رئيسية الشمال والجنوب والغرب غالبية الارد تقع على هضبة ضمن حدود الصحراء العربية والسورية محاطة بين الشرق والجنوب محملة بالكثير من الاحواض ومجاري الانهار الجافة اللي تجمع مياه الامطار الموسمية وطبعا تتبخر بعد فترة قصيرة وذا رحنا جهة الغرب فتشوف المرتفعات الاردنية وتحصل على اعلى نقطة جبلية وهي جبل ام الدامي واللي يصير فيه اشهر معلم طبيعي وادرام وادرام وما ادرك ما ما ادرام شي خيالي يسمى مريخ القرى الارضية لدرجة انهم صوروا فيلم عن المريخ فيه البحر الميت اخفض نقطة على سطح الارض وملوحته توصل تسعة ضعاف البحر العادي مشترك مع فلسطين المحتلة البحر الميت يتفرع منه نهر الاردن المنطقة الوحيدة القابلة للزراعة هي في الشمال الغربي وهي نقطة التلاقي مع الاراضي المحتلة عضبة الجولان المحتل وسوريا هي المنطقة الوحيدة اللي فيها غابات عشب ومزارع وكمية كافية ووفيرة من الامطار والثلوج خلونا نجي شوي الى الجانب السيء في الاردن هي واحد من اقل ثلاث دول في استخراج النفط في الشرق الاوسط موجود احتياط النفط في اراضيهم في مناطق معينة فقط لكن بعيد ان يكون سلعة اقتصادية عشان يعتمدون عليه وبالعكس اساسا هم لا يزالون يستوردون النفط من جيرانهم علاوة على ان الاردن دائما في المراتب الاولى من اكثر البلدان جفافا على الكوكب تقريبا مئة وخمسة واربعين متر مكعب نصيب الفرد سنويا جاف لدرجة ان الكثير من الثديات البريا انقرضت داخلها او بقت اعداد قليلة منها من ضمنها الطير الوطني المهل عربي اللي بالفعل تمت اعادة اطلاقها من خلال برنامج تكاثر فقط سبع بالمئة من الاراضي في الاردن صالحة للزراعة من نحو عشرين بالمئة من الاراضي اللي تستقبل اكثر من مئتين مليمتر من الامطار سنوية ورغم صغر حجم الاراضي الزراعية عدهم الا انهم يوزعون كل شي ممكن زراعة الزيتون والقمح الحمضيات البطيخ ومشتقاته والطماطم وغير الاطباق الاردنية المميزة المقلوبة فريكة الزرب البدوي الكنافة معانها فلسطينية لكن تحضب شعبية كبيرة وانصحكم بتجربتها واذا تنصحونا بمحل حلويات معين يسوي كنافة شامية اصلية اكتبوا لنا تحت في التعليقات وطبعا الطبق الوطني والشعبي الاشهر عدهم كلنا نعرفه له المنسف الاردن فيها ما يقارب عشرة ملايين نسمة او اكثر بشوي واحتلت مرتبة عالية في عدد اللاجئين فيها من قبل منظمة العفو الدولية البلد مكونة من 98% من العرب لكن من هالعرب ثلثهم تقريبا من غير المواطنين اللاجئين والبقية هم اقليات صغيرة من الشيشان والشركس والارمن جميعكم يعرف الارمن لكن منهم الشيشان والشركس يا ماجلان البلدان الشيشان والشركس هم ناس مختلفين شوي نشأوا في مناطق مختلفة تعرف حاليا بجنوب روسيا تقع فوق منطقة القوقاز دول مثل جورجيا ارمينيا اذربيجان الشيشان اغلبهم مسلمين لكن الشركس خليط من المسيحيين والمسلمين الدينار الاردني هي طبعا عملة الاردن واذا بنرجع الى اللاجئين في حرب الستة ايام كثير من الفلسطينيين وصلوا الاردن ما في ارقام احصائيات محددة لكن بما ينقارب من الثلاثة ملايين فلسطيني استقر في الاردن مليونين منهم مسجل وطبعا فيها ايضا مليون ونص لاجئ سوري دخل الاردن بعد ظهور داعش خمسة بالمئة تقريبا من السكان المحليين في الاردن مسيحيين والمسيحيين يشكلون تسع مقاعد في البرلمان الاردني واذا نبغي نلخص التاريخ الاردني نقول العصر البرونزي ممالك عمون مؤاب ادون نبطيون البابليون الاكسندر العظيم الخلفاء الراشدون بني ومية الامبراطورية العثمانية الثورة العربية الكبرى بعدها نهاية الحكم التركي بداية الحكم البريطاني اعادة رسم الحدود الهاشمين يتولون الحكم الملك عبدالله الاول الاستقلال في 1946 الحرب وضم الضفة الغربية في 1948 اغتيال الملك عبدالله الاول في 1951 الحرب الاهلية وايلول الاسود في سنة 1970 معاهدة سلام مع الاحتلال سنة 1994 مظاهرات الربيع العربي 2011 وعلى الرغم من كل هذا الا ان الاردن دائما تعتبر نفسها من امن دول الشرق الاوسط وهذا ما يرجع لسياحتها التاريخية فقط بل حتى للسياحة الطبية البنك العالمي دائما يضع الاردن في المراكز الخمسة الاولى للسياحة الطبية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا منهم مشاهير الاردن عمر العبدالات الملكة رانيا عامر ذيب معاذ الكساسبة وهب التل جميل العاص علي بن الحسين وطبعا عائلته الملكية وهي محور اهتمام كبير عند الشعب الاردن في الختام وبعد كل هالمعلومات عن المملكة الاردنية الهاشمية صار خاطرك تسافر للاردن وحبايبنا متابعين من الاردن وانتو نصحونا نزور في الاردن كلكم اكتبو لنا تحت في التعليقات لا تنسون الاشتراك في القناة سبسكرايب لايك ونشر المقطع في جميع اقطار العالم خصوصا في بلد النشامة وانتظرونا مع دولة اخرى والسلام عليكم اشتركوا في القناة